وإلى لبنان حيث فشل البرلمان مجدداً وللمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية حيث لم يحصل أي من المرشحين على عدد كاف من الأصوات الفوز في جلسة برلمانية حامية وحصل وزير المالية السابق جهاد زعور على تأييد 59 صوتاً من أصل 128 نائباً في البرلمان في تصويت أولي أي أقل من الثلثين المطلوبين للفوز في الجولة الأولى وانتهت الجلسة عقب انسحاب عدد من النواب ليعطلوا بذلك نصاب الثلثين المطلوب لإجراء جولة ثانية من التصويت يمكن لمرشح أن يفوز فيها بدعم 65 نائباً